دخل المدينة شمس وراح يتجول يبغي يشوف ناسها كان التنوع في الأديان والعادات مدهش بالنسبة إله شعراء، فنانين، كهنة وفلاسفة وقاعد يطالح في المحلات والبيوت والدكاكين ها هنا بيت بغاء وقف جنب باععة هوا معروفة باسم وردة الصحراء وقال لها أن تكون هنا باعت وراحب بكم أنا علي الغانم في استكان من قناة ريكوردينج وحلقة اليوم نستكمل فيها رواية قواعد العشق الأربعون لأليف شافق أخذت إيلة تستكمل قراءة رواية الكفر الحلو واللي تعمل على تلخيصها فها هو شمس في دكة الدراويش والجميع مستمتع بحديثه ولغته فهو شخص مفعن بالحب فإحدى قواعده إن الحب يذيب جميع العقد والأفكار تربط البشر في العقد وأن الحب يعلمك المجازفة والفكر يعلمك الحذر ولكن الفكر لا يتلاشى بسهولة بينما الحب يصبح ركاما وتعلوه الأنقاض ولكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض والقلب الكثير يخبئ الكنوز فعليك أن تشبع فكرك وتغذي قلبك بالحب فما أن انتهى شمس من كلامه حتى عم الصمت المكان فشمس قادر على أن يسكت بالأيام لأنه من ضمن قواعده أيضا أن معظم مشاكل العالم هي من سوء فهم الكلمات ولكن في دائرة الحب الشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت فأجمل لحظات الحب عندما يسود الصمت ويستمع العشاق لأنفاسهم بصفاء وهدوء السيد بابا زمان هو المسؤول عن دكة الدراويش وصلت رسالة من سعيد برهان الدين وهو صديق قديم يخبر عن عالم جليل اسمه مولانا جلال الدين يعيش في قونيا وصفه بالطالب والأستاذ لأن سعيد الدين درس جلال الدين وبعدها جلال الدين درس سعيد وفي الرسالة سعيد يوصف جلال بأن لديه القدرة على الغوص تحت قشرة الدين واستخراج الجواهر العالمية والأبدية المكنونة في الدين وذكر أن جلال دائما يحلم أنه جالس في مكان الماء بالقرب من بئر ويحمل فانوس ويصيح وهي حلمة مشابهة لحلمة شمس الدين يقول سعيد وصف جلال الدين للمكان مشابه تماما لدكة الدراويش فلهذا يرسل رسالته ليسأل عن الشخص اللي يصيح عليه جلال الدين هل هو موجود معهم في دكة الدراويش؟ إذا كان موجود يطلب من السيد زمان السعي في الجمع ما بينهم وقبل لا يختم رسالته حذر بأن الشخص اللي بيكون رفيق جلال الدين ممكن هاش يكون خطر على حياته لأنه زي ما فيه معجبين بجلال فيه ناس تكرهه بسبب أفكاره وفيه ناس تحسد الأشخاص المقربين منه فقدوم شخصي لقونية ما هو أمر سهل لهذا خلي الشخص اللي بيجي ياخذ وقته في التفكير قبل لا يقرر مرافقة جلال الدين جمع بابا زمان الدراويش وأخبرهم بفحو الرسالة دون الكشف عن اسم الشخص وقال يعيش عالم متبحر في مدينة بعيدة ويجيد استخدام الكلمات لكنه لا يستخدم الاستعارات لأنه مو شعر انقبض قلب شمس وشعر أن هذا هو الرفيق اللي يبحث عنه تابع بابا زمان كلامه وقال اللي بيروح لازم يروح بدافع الحب وباسم الحب فما في شي بيخليه يصبر على هالمشقة غير الحب تحمسه تسعة أشخاص وشمس عاشرهم وصف السيد زمان المخاطر في الرحلة وكيف أنها رحلة شاقة ومتعبة فانسحب الجميع وظل شمس التبريزي راغب في الذهاب وقال زمان راح نقرر بتروح أو لا بعد انقضاء الشتة يعني بعد ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر مدة طويلة بالنسبة إلى شمس ظل فيها يحسب الأيام والليالي متى بس يخلص الشتة وهو متفائل طول فترة الانتظار فمن قواعده أن لا يدخل اليأس قلبه حتى لو كانت جميع الأبواب مغلقة فالله سيفتح لك بابا مرت الأيام وهذه الحديقة بدت تظهر إذ عانا بدخول الربيع وهو نداء السيد بابا زمان للجميع من سيذهب إلى العالم الجليل شمس الوحيد متحمس ولكن السيد زمان طلب منه ينتظر إلى الخريف بعد هذا الانتظار ما غير من منقف شمس فقاعدته الصبر لا يعني أن تتحمل المصاعب سلبا بل يعني أن تكون بعيد النظر وواثق بالنتيجة أن تنظر إلى الليل وترى الفجر فعشاق الله لا ينفط صبرهم لأنهم يعرفون أن الهلال يحتاج لوقت ليكون بدرا وصلنا إلى الخريف نعم يا شمس أنت ستكون الرفيق فأعطاه رسالة مكتوب فيها بخط جميل اسم مدينة قونية اللقاء آل يدعى الرمي إرنها تفئيلة إشعار بوصول رسالة صوتية بنت هجانيت تعتذر لأمها وهي الآن متفهمة ردة فعلها إنها من باب الحب والخوف وهي ما هي زعلانة بالعكس مشتاقة لأمها ولكن تطلب منها أن تتفهم رغباتها وأن هي الآن كبيرة في السن سعدت إيلا بالرسالة وشعرت بأن أميات عزيز قد تحققت فخذت تكتب لرسالة تشكرها والطمن أن الأمور تحسنت وقررت تعمل بالإذعان لأنه فعلا عاجزة عن تغيير الجميع وتوعده أن هي بتدعي إلى الله بالرغم أنها بعيدة عن باب الله وذهبت لإعداد وجبة الفطور لأنها تعتقد أن الأسرة التي تتناول وجبة الفطور معا تكون أكثر انسجاما وتماسكا من الأسر اللي ما يفطروا ولكن ما إن وصلت المطبخ حتى وصلت رسالة عزيز فكانت إيلا مبتهجة بوصول الرسالة وراحت تسرع تقراها أشعر بالسعادة لأن الأمور تحسنت بينش وبين بنتش أما أنا فقد غادرت قرية مومس تيانغو شعرت بالحزن عن توديحها ولكن هذه هي الحياة عبارة عن سلسلة من الولادات والوفيات التولت لحظة وتموت أخرى ولكن عند مغادرتي مررت بأحد محلات السجاد إنش تحب اللون البرتقالي والأصفر والأرجواني وشريت سجادة منسوجة من هذه الألوان وختم رسالته بجملة لا تعتقدين هذه صدفة أو رسائلنا صدفة مع حر التحيات ملاحظة يمكنني إرسال السجادة بالبريد أو ننتظر حتى يوم نلتقي فيه ونشرب قهوة وأعطيش السجادة أما في رواية الكفر الحلو فها هو الرومي يشكي لزوجته كيرا تكرار الحلم نفسه لأكثر من أربعين مرة نفس الحلم جالس على البير أحمل فانوس وأصيح على واحد فانتاب الشعور بالإطراب أكيد فيه رسالة خلف هذا الحلم المتكرر خفف الرومي على نفسه بيتذكر نعم الله عليه من خير وعلم ونعمة الأولاد وقال لزوجته كيرا إن هناك تساؤل مثير بالنسبة إليه كيف ولدين بذرتين زرعا جنبا إلى جنب في نفس التربة وغدتهما نفس الشمس وسقاهما نفس الماء إلا أنهما مختلفين تماما سبحان الله كيف كل شخص يختلف عن الثاني وإن كانت الظروف نفسها الرومي كان متزوج وأنجب طفل وتوفت زوجته وتزوج بعدها من كيرا وأنجب طفل آخر وتبنى بنت من أسرة بسيطة اسمها كيميا واللي تبنىها علشان يعلمها ويدرسها كيرا كانت مستائمة من عدم قدرتها على قراءة الكتب أو السماح لها بدخول مكتبة الرومي لأن في مرة كانت تتنظف المكتبة وأخذت تتصفح أحد الكتب وطولت بدون ما تحس لروحها لأن رجع الرومي البيت وشافها في المكتبة واتكلم إياها بأسلوب حاد ومنعها من دخول المكتبة مرة ثانية لأي سبب كان من دكة الدراويش ركب شمس حصانه في رحلة من بغداد إلى قونيا وقونيا مدينة في تركيا وما أن وصل على اعتاب مدينة قونيا كعادته قبل ما يدخل أي مدينة جديدة يلقي التحية والسلام من بعيد فالصالحين صالحين مهما كانت مذاهبهم حسب اعتقاده فشعر بأن الريح ردت عليه سلامة محملة برسالة بأن مدينة قونيا تحمل النقيضين إما حب خالص أو كره المحط أصوات صخب المدينة والباعة وصل لأسماء شمس شمس متعود على الترحال والهدوء فصخب المدينة ممكن يكون مزعج بالنسبة إله ولكن تذكر قاعدته في الحياة لا تحاول أن تقاوم التغيير الذي يعترض سبيلك دع الحياة تعيش فيك فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي فعلينا أن نستوعب تغيرات مجريات الحياة دخل المدينة شمس وراح يتجول يبغي يشوف ناسها كان التنوع في الأديان والعادات مدهش بالنسبة إله شعراء فنانين كهنة وفلاسفة وقعد يطالع في المحلات والبيوت والدكاكين ها هنا بيت بغاء وقف جنب باععة هوا معروفة باسم وردة الصحراء وقال لها لن تكوني هنا بعد وتركي المكان لا تهتمي إلى أين سيقودك الطريق ركزي في الخطوة الأولى فهي أصعب خطوة دائما ولا تسيري مع التيار وكوني أنت التيار استكملت جواله فهنا أحد المجدومين جالس على جزار المسجد وقدام طاسه علشان يحصل على صدق من الناس وحسب تعبير هذا المجدوم فاليوم هو يوم المتسولين يذكر هذا المجدوم أن المتسولين منبوذين طوال الأسبوع ولكن الناس تبحث عنهم مقابل أن يدعي لهم بالرزق والتوفيق فيعتقد عامة الناس أن الضعفاء دعاهم مستجاب نعم سوق المتسولين يزداد والناس تبحث عنهم في شهر رمضان وفي الأعياد وأيام الجمعة واليوم يوم الجمعة الناس تتجه بسرعة إلى المسجد فاليوم يخطب جلال الدين الرومي فالجميع متلهف لسماء خطبته وكانت خطبته عن المعاناة والألم وقال لا شيء يقربنا من الله إلا الألم والمعاناة المتسول استاء جدا من كلام الرومي عن أي ألم ومعاناة تتكلم وإنت ابن رجل مرموق وعائلة ثرية درست عند أفضل مدرسين الناس تحوم حولك وساكن في أفخم مكان وتركب أرقى العربات وجرها أجود أنواع الأحصنة ولت وفي فمك ملعقة من ذهب وتتكلم عن المعاناة كيف بتتصرف لو كنت مكاني وكنت منبوذ وغير محبوب وما عند قوت يومك فأخذ نفسه هذا المجذوم وخرج من المسجد متسائلا لماذا يتلهف الناس لحضور هذه الخطبة اكمل شمس مسيرة واختار مكان إقامته وجلس في المساء على شرفة غرفته وعلى عادته اتذكر أحداث يومه بايعة الهوى المجذوم والسكران أسئلة كثيرة كانت في داخله هل الرومي ينزل لهؤلاء الناس أم كباقي العلماء يجلس في برجه العاجي ما الحكاية والقصص خلف هذه البيوت المصفوفة في المدينة هل أنا الذي اخترت الطريق أم الطريق اختارني وقال في حديقة العشق الناس تستمتع بالأشياء الجيدة وتبتعد عن السيئة وهذا أمر سهل التحدي الحقيقي هو أن يحب المرء الأشياء الجيدة والسيئة معا متجاوزا الأوصاف كلها متقبلا للحب برمته فالله داخل كل شخص منه ولكن عليه أن يبحث عن الله في ذاته والمهم معرفة النفس فمن يعرف نفسه يعرف الواحد الأحد وتذكر قاعدة اللي تقول تحاشى التطرف بجميع أنواعه لأنه سيحطم اتزانك الداخلي بعدها نام شمس بهدوء وسلام سكرت الرواية إيلا وراحت تبحث في الانترنت عن كيفية معرفة الزوج الخائن كانت الإجابات سطحية بالنسبة لها هي تعرف أن زوجها خائن ولكن ما تعرف التفاصيل أساسا ما تبقى تعرف التفاصيل فالجهل نعمة وراحت ترسل إلى عزيز فالرسائل بين إيلا وعزيز مستمرة فهي تشاركه كل لحظات يومها فرح كان أو حزن وعلى طول اليوم وكان عزيز متفاعل إيها وهي تشعر بالسعادة من كلماته رغم أنه ما يشاركها لحظاته اليومية أو أنه شخص مرح لا إنما يتكلم عن الحياة والموت والحب والعشق الإلهي فمن رسائلها اليوم هو يوم ميلادي الأربعين فأعتقد في ميلادي هذا سأحصل على المزيد من كل شيء المزيد من الحكمة والمعرفة وبالطبع المزيد من التجاعد أعتذر عن رسالتي الغير متفائلة ولكن أشعر بالاكتئاب اليوم بسبب بلوغي الأربعين فجاء رد عزيز الأربعين أجمل عمر للرجل والمرأة يعد رقم الأربعين في الفكر الصوفي الصعود إلى مستوى أعلى ويقضى روحية أعلى فعندما نحزن نحزن لمدة أربعين يوم والطفل يستغرق أربعين يوم حتى يتهيأ للحياة وفي العشق نحتاج أربعين يوم حتى نتأكد من مشاعرنا وطوفان نوح استمر أربعين يوم لقد بلغتي رقم ميمون مبروك شحرت إلى بالارتياح وصرحت في أفكارها وقررت في هاليوم تسوي شي ما سوته من وقت طويل قررت تصلي صلت لله وسألت الله أن يمدها بالحب أو أن يجعلها قاسية غير مبالية ولا تكترث بالحب الواحد صار متحمس وينتظر هل بقابل شمس الدين جلال الدين كيف بيكون اللقاء ولوين بتروح الرواية بهذا أكون خلصت الجزء الثاني من تلخيص رواية قواعد العشق الأربعون آمل أن ألقاكم مرة أخرى في استكان على أن تكون نحن مبرحب في راحة واستكان ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر